اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين حياكم الله معاشر الإخوة والأخوات والمعلمين من الأباء والأمهات في برنامجكم المتعلق بالتربية العقدية للأبناء في هذه الحلقة نريد أن نعلم الأبناء أقسام التوحيد ما معنى التوحيد وما أقسامه وما الواجب علينا في كل قسم ماذا نستخدم من الوسائل التي نستخدمها أن نأتي بالأبناء ليقرؤوا سورة الفاتحة ومن خلال سورة الفاتحة نعلم الأبناء أقسام التوحيد فنقول للأبن أقرأ سيقرأ الأبن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من هو الله أيها الأبناء الله هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين فالله سبحانه وتعالى هو رب هذا العالم ما معنى أيها الأبناء أن الله سبحانه وتعالى رب العالم أنه هو صاحبه أنه هو سيده أنه هو خالقه أنه هو مالكه أنه هو مدبره أنه هو المربي جل جلاله لجميع مخلوقاته بنعمه سبحانه وتعالى وهو المنفرد بذلك لا شريك له إذن نستطيع الآن من الحمد لله رب العالمين نعلّب الإبن توحيد الربوبية أن الله هو المنفرد بربوبية هذا العالم ما معنى بربوبية هذا العالم؟ يعني بملكه لهذا العالم بخلقه لهذا العالم بملكه لهذا العالم ونعلم الإبن معنى توحيد الربوبية ونقول توحيد الربوب جاء من كلمة الرب والرب الصاحب السيد الخالق المالك المربي فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق جميع العوالم بخلق جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى المنفرد بذلك والمنفرد بملكها والمنفرد بتدبيرها أيها الأبناء اقرأ الآية الثانية الرحمن الرحيم فالله سبحانه وتعالى في خلقه لهذا العالم وفي تدبيره لهذا العالم هو رحمن جل جلاله ورحيم بهذه المخلوقات فربوبية الله سبحانه وتعالى تشتمل على خلقه و ملكه و على إحسانه في هذا الخلق و في هذا التشريع فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم و رحمه و هو رحيم جل جلاله بالمؤمنين يوم القيامة فيدخلهم جنته و رضوانه أيها الأبناء الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنة و له صفات علام من هذه الأسماء الرحمن الرحيم و من صفات صفة الرحمة و الله سبحانه وتعالى في أسمائه و في صفاته لا مثيل له فيها و لا نظير فنعلم الأبناء من خلال هذه الآية نعلمهم توحيد الأسماء و الصفات بشكل مختصر أيها الأبناء لما كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق و الملك و التدبير و هو الذي لا مثيل له في ذاته و لا في وجوده و لا في أسمائه و لا في صفاته كان هو سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة لذلك الآية الثالثة تقول أسف الآية الرابعة تقول إياك نعبد إذن نحن نفردك وحدك بالعبادة لكونك أنت المستحق وحدك للعبادة و لا يستحق غيرك أن يكون معبودا معك إياك نعبد و إياك نستعين نطلب منك العون يا الله على عبادتك و ننبه الأبناء أن العبادة تكون بما شرعه الله بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم و أن العبودية لله جل جلاله تكون في جميع مناح حياتنا ثم نقول هذه العبادة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أننا في تمسكنا بالدين الإسلامي و في هذه العبودية نحن نسير على الصراط المستقيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا و سار في هذا الطريق المنعم عليهم من الأنبياء و الرسل و الصديقين و الشهداء و الصالحين ساروا في هذا الطريق و نحن يا الله نسألك أن نسير في هذا الطريق المستقيم و لا ننحرف عنه يمينا في طريق مثلا المغضوب عليهم و لا ننحرف عنه يسارا في طريق الضالين و المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق و لا يعملون به و يعملون بخلافه و على رأس ذلك اليهود وعلى رأس ذلك كل من يرى أن الدين قول بلا عمل وأيضا كل من يريد مننا أن نترك دين الإسلام وأن نأخذ بأفكار الغرب ونحن ذلك فنحن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يعبدون الله لكن على غير سنة يشتهدون في العبادة لله على غير هدى من الله ومن رسوله وعلى رأس ذلك النصارى والخوارج والصوفية وهكذا فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى السير على الصراط المستقيم فيا أيها العبناء نحن نوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته ونتمسك بالدين الإسلامي كما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة الكرام ونسير في طريق المنعم عليهم دون أن نسير في طريق المغضوب عليهم أو في طريق الضالين ثم هنا لا بأس أن نستطرد مع الأبناء ونقول ما هو التوحيد التوحيد في اللغة أيها الأبناء يدور معناه حول الإفراد وهو جعل الشيء واحدا فيه ما هو واحد فيه فتوحيد الله هو أن نعتقد ما نقول هو أن نجعل الله لا هو أن نعتقد وأن نؤمن وأن نقر بأن الله سبحانه وتعالى واحد واحد في ماذا في ثلاثة أمور في ربوبيته فلا رب سواه في ألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه وفي أسمائه وصفاته فلا ند له ولا نظير ويا أيها الأبناء هذا التوحيد كما ترون ما أخذ من سورة الفاتحة فأقسام التوحيد ثابتة في الكتاب والسنة والتوحيد نفسه كمصطلح ومصطلح من شرعه فقد ورد في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله يصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال جابر فأهل بالتوحيد فالتوحيد مصطلح من شرعه وأقسام التوحيد ثابتة في الكتاب والسنة ثم نقول للإبن التوحيد يمكن أن ينظر إليه من جهتين من جهة ما يستحقه الرب فالرب واحد في ربوبيته ولوهيته أسمائه وصفاته ومن جهة ما يقوم به العبد ماذا نقوم في التوحيد أول شيء أن نعلم ثم نعمل فمن جهة ما يقوم به العبد التوحيد توحيد علمي وتوحيد عملي توحيد علمي خبري وتوحيد عملي طلبي ثم نبين للإبن العلاقة بين أقسام التوحيد فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وصفاته هو توحيد علمي خبري فنحن يجب أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وأنه لا مثيل في أسماء وصفاته وأنه المستحق وحده للعبادة هذا توحيد علمي توحيد عملي أن نقصد الله جل جلاله بجميع أنواع العبادة ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ثم نبين للأبناء حقيقة التوحيد أن حقيقة التوحيد ليست هي فقط معلومات علم إنما علم وامتثال حقيقة التوحيد قول القلب وعمل القلب ما هو قول القلب وعمل القلب قول القلب تصديقه وإقراره بأقسام التوحيد وعمل القلب أن يخضع القلب وأن يعبد الله سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاءا وأن نطهر القلب من الشرك بجميع أنواعه وقول اللسان يكون الشهادتين فننفي الشريك عن الله ونقرب التوحيد لله وعمل الجوارح أن نمتثل لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا بدون اعتراض أو شرك أو ابتداء فالتوحيد قول وعمل التوحيد لله سبحانه وتعالى قول وعمل قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد الخالص وأن يصلح أبنائنا وأن يجعلهم على المعتقد الصحيح وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا